يسحد أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد لأول مرة بتزوروا القناة بتمنى تنوروني بالاشتراك وتفعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزل على القناة أهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا إلنا لجداد وأهلا وسهلا بكل المتابعات القديمات اللي معي على طول لكل فيديو بنزل بس مع تعليقاتكم الحلوة وتجاربكم وبس مع التغذية الراجعة عن التجربة وكيف كانت ناجحة وكيف إنه عن جد الوصفة كانت كلها مصداقية وإن شاء الله فيديو اليوم هو رح يكون روتين رح نستفيد من بعض كتير أفكار رح نحكي عنها رح نبدأ اليوم بروتيننا اللي هو الروتين السباحي صدف إنه اليوم أول يوم بالإجازة وكان اليوم الجمعة جمعتكم مباركة إن شاء الله بتعرفوا أنا الروتينات بالعادة بعملها بيوم الإجازة إحنا هلأ رح ندخل بإجازة لمدة أسبوع إن شاء الله إنه بكون فيها وصفات مفيدة وناجحة خلينا نبدأ أول إشي بتحضير الفتور بالنسبة للفتور اليوم كنت مش عارفة شو أحضر بالزبط حدا بده يفتر وحده بدهش واليوم بدهم يعملوا يوم إجازة مختلف عن العادي الكل بدهم ينام بدهم يحسوا إنه فيش دوام وإنه هم مرتاحين فأنا بديت أحضر الفتور وهم نايميا حبيت أعمال اللي هي البطاطا والبيض أو المفركة يعني كيفما أنتوا بتسموها فتور كتير سهل ووصفة عن جد سريعة ومشبعة وسحية أكيد لكل حدا طريقة في تحضير هاي الوصفة أنا عندي هون أربع حبات أو خمس حبات من البطاطا رح أستخدم لهم حبة كبيرة من البصل طبعا بقطع البصل لمكاعبات صغيرة زي ما أنتوا شايفين حبيت أقطعه على اللوح حتى تطلع كل القطاع من نفس الحجم ورح أقطع برضا البطاطا بنفس الطريقة هاي الأكلة كانت إمي الله يرحمها كثير تعمل لنا إياها خصوصا أيام الجمعة أو أيام ما نكون ملتمين كلنا بس كنت كثير أشوفها في البداية قبل ما تقطع البصل تقطع البطاطا وتغمرها بالمي فما كنت أعرف ليش ولا يعني كنت أسألها بس أنا بالعادة ببدأ بالبصل بقطع البصل وبشوح البصل وبعد هيك ببدأ في تحضير البطاطا اليوم أنا رح أعملها إن شاء الله بزيت الزيتون لكن لأنه الزيت جديد رح أضيف عليه ملعقة تقريبا أو ملعقتين من الزيت النباتي بتعرفوا الزيت أول ما يكون لسه معصور جديد بيطلع كثير نكهة قوية خصوصا لما نحطه على النار فأنا حبيت أخففه بالزيت النباتي وهي الأطيب إنه نعملها بزيت الزيتون طبعا هيك أنا رفعت البصل على النار وبدأت أقطع البطاطا وزي ما أنتوا شايفين بحاول أقطع البطاطا مكعبات صغيرة بنفس حجم مكعبات البصل حتى ما تأخذ وقت لا تستوي ومثل ما حكت لكم هالوصفة جدا سريعة ممكن حتى تحضروها غير الفطور ممكن تحضروها للعشاء أو ممكن إذا ما بتكم تعملوا وجبة غداء كبيرة ويعني وتأخذ وقت ممكن تعملوها برضو على الغداء هي مثل ما حكت لكم وجبة صحية ومشبعة وبتتكون بس من ثلاث مكونات سهلة جدا قطع كل كمية البطاطا بنفس الشكل طبعا أنا البطاطا بعد ما قشرتها غسلتها وبحاول أقطعها كلها بنفس الشكل بتحرفوا أنا بحضر في الفطور وبصور معكم اليوم لكن حاسة أني عندي يعني كتير مخططات لهالأسبوع اللي إحنا في إجازة فيه خصوصا أنه إحنا اليوم بدنا ننتقل من أجواء الخريف لأجواء الشتاء فأكيد كلكم نفس التفكير رح نبدأ لنا اللي هو تعزيلات وتحضيرات لفصل الشتاء فكتير فيه خطوات ضروري أنه نعملها حتى نحضر حانة لموسم الشتاء بس دايما حتى الست اللي بتشتغل بتحس أنه أول يوم هو اليوم الفري يعني بدها تحس أنه هي أخذت إجازة مثلها مثل حتى الأولاد فاليوم إن شاء الله أنا هيك بدي أحس أني أنا ارتحت كتير ومن بكرة إن شاء الله رح أبدأ ويمكن أصور معكم كتير أشياء من اللي رح أعملها لتصير عندنا تحضيرات للشتاء مثل ما شفتوا بعد مستوى البصل كتير منيح ضفت عليها البطاطا وبديت أقلبها على نار متوسطة لهادية قبل ما تستوي البطاطا يعني بشوية وقت ضفت لها رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود ما بنضيف الملح في البداية لأنه البطاطا هتنزل منها السوائل حتى تستوي هلأ قبل ما أطفي النار طبعا بعد ما استوى البطاطا رح أضيف عليها البيض للخمس حبات بطاطا رح أضيف أربع حبات من البيض لكن أنا عندي هاي الطريقة بحب إنه أحط تقريبا نص ملعقة من الزيت في مكان ما رح أضيف البيض حتى تتقلع البيضة بزيت الزيتون وهاي الطريقة بتعطي نكهة أطياب لتحضير هاي الوصفة بتركها على نار هادية وما بقلب ولا بحرك البيض لحد ما يتشكل بهذا الشكل بعد هيك ببدأ أقلب البيض مع البطاطا لتسير متوزعة بكل الوصفة تقريبا خمس دقائق بستوي البيض وبنزلها عن الغاز وهيك أنا صارت جاهزة وصفتي بقدمها شاء الله رحيتها عن جد بتشاهي من الوصفات اللي إحنا عن جد بنحبها حتى ولادي بحبوها وكانوا بناتي كثير يوكلوها عند إمي الله يرحمها كانت كثير تعمل لهم إياها فبحبوها كثير زيناها بأوراق البقدونس وهيك صارت جاهزة كمان كان عندي جبنة بالتلاجة فأنا كنت بدي أقطع منها وأنا مثل ما بتعرف هو مستحيل أأكل الجبنة أو أقدمها لولادي إلا لما أغليها فهو المقدار تقريبا كيلو ونصف أنا بدي أغليهم مع بعض كمية واحدة وسبقوا أني أنا نزلت لكم رابط الوصفة كيف غلي الجبنة والاحتفاظ فيها وحتى كمان تفريزها أنا اليوم قطعت الجبنة لمربعات كل قطعة كبيرة قطعتها لأربع مربعات وحضرت لها المحلب المحلب بعت كتير نكهة طيبة عندي هون أنا كاين عندي يعني في العلبة طاحنة باستخدام المحضرة المحلب فأخذت ملعقة صغيرة بحطها في قطعة من الشاش وبحاول أني ألفها كتير منيح وتكون الشاش بتحاول تسمح بتنزيل نكهة المحلب بعد ما أضيفه بالماء المغلي طبعا هون ولا أضيف أي نوع من الملاح طبعا بستنى لتغلي الماء بكون حاطة فيها هاي القطعة اللي أنا حضرتها اللي هي سرة المحلب بنحكي لها فقطعة واحدة لأنه الكمية اللي عندي طبعا مش كتير ولما تغلي الماء ببدأ أسقط مكعبات الجبنة طبعا بتركها لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة كيف بحرف أنه الجبنة صارت خلاص لازم أرفعها لما أضغط على القطعة أحس أنه نزلت لكتير بحرف أنه صارت جاهزة بحضر عندي وعاء وبحط فيه رشة بسيطة من الحب السوداء أو القزحة أو حبة البركة وببدأ بتقليب مكعبات الجبنة فيها حتى تلتسق فيها كتير تعميتها بتكون بتشهي ريحتها من شاء الله بهالمنقوع يعني اللي غليناها فيه أعطتها نكة عن جد حلوة أجواء الشتوية وغل الجبنة بتعطينا هيك شعور يعني في البيت وتية وتحضيرات الشتاء وهي الأجواء اللي بالعطلة وبالإجازة عن جد أجواء كتير حلوة استغلوا الأيام اللي بتكونوا فيها مع ولادكم حضروا لهم يعني أكثر إشي بيحبوه استغلوا أيام الإجازة مع الجمعات عن جد حققوا فيها إنجازات حلوة حاولوا تعملوا وصفات إنتم أجلينها للوقت اللي إنتم بتكونوا فيه ملمومين مع الولاد حاولوا إنكم تبسطوهم تحقيقوا لهم الأشياء اللي بيحبوها قدر المستطاع اقتطعوا جزء من وقتكم لهم بحرف إنه كلنا بنتعب وكلنا عنا أشغالنا يعني بتحرف الحياة مليانة شغل لكن ربنا بعيننا إن شاء الله بتحقيق كل مخططاتنا بس ناقص علينا الدعاء دايما نتعودوا إنه تدعوا بدعاء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما إجت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه إنه يرسل لها خادم أو معين لها في شغل البيت فنصحها بنصيحة إنه قبل النوم فقبل النوم تدعي سبحان الله تلاتة وتلاتين مرة والحمد لله تلاتة وتلاتين مرة والله أكبر أربعة وتلاتين مرة وكانت كأنها قوة خفية تساعدها في إنجاز كل شغل البيت تعودوا إنكم ترددوا هاي الأذكار وإن شاء الله إنه ربنا بعطيكم طاقة وقوة حتى تنجزوا شغلكم أنا حاولت أقلب الجبنة بالحبة البركة حتى تلتصق فيها وما بتأخذ وقت مجرد ما تبرد تقريبا خمس دقائق بعد ما تبرد بحاول أرفعها بمتربان ونضير ومعقم زجاجي يفضل وبحط عليها السائل أو المحلول اللي غليناها فيه لكن بحاول إنه أصفيه من أي قطع جبنة صغيرة كانت فيه وإذا بتحبوا وضيفوا هاي القطعة اللي كانت فيهم ممكن إنكم ترجعوا وضيفوها بصفي جزء من هذا السائل الماء وبضيفه على الجبنة وبستنى لتبرد تماما إذا فيكم تخلوها برا هذا المحلول رح يحميها ورح تضلها الجبنة بنفس الجودة لو كانت برا التلاجة أو مع التلاجة لكن بالصيف يفضل إنكم تحطوها بالتلاجة وهاي الطريقة يعني طريقة سنوات من تخزين الجبنة ما شاء الله طريقة ناجحة ومضمونة جربوها وإن شاء الله إنها بتعجبكم على فكرة إذا عملتي مقدار كبير من الجبنة ممكن إنه تفرزي يعني هلأ بعد ما تكوني بردة الجبنة بتحطيها في كياس التفريز وبتحكمي إغلاقها بتحطيها بالديب فريز بتضلها معك من السنة للسنة مثل ما هي شوفوا أنا حضيت منها جزء للفتور حد بدي أحضر طبعا الأشياء للفتور طبعا اليوم بتعرفوا لإنه الجمعة أنا رح أحضر وجبة غدا يعني أكيد كتير دسمة فما بدي إياهم على الفتور يكون الفتور هو صادم أو إنه يكون كثير مشبع على أساس يتناولوا الغدا فأنا رح أكد فيه بالمفركة اللي حضرتها ورح أحضر طبعا الخضار بندورة أو فلفل ملون أو الخيار طبعا صحن الخضرة ضروري ضروري يكون دايما على سفرتكم على الفتور وعالغداء وعالعشاء دايما حاولوا تقسموا الصحن أو الطبق اللي بتتناولوا لثلاث أجزاء خلوا فيه جزء من النشويات جزء من البروتين والجزئين يكون من الخضار أو الورقيات أو السلطة إذا كنتوا على الغداء لأنه عنجد هاي الخضرة اللي بتتناولوها هي اللي بتتعدل طبق اللي بنتناوله حتى يكون صحي وحتى يكون في خلال إنهارنا فيه خضار وفيه ألياف تعطينا الصحة وهون أنا حضرت الزيتون كمان الأسود والأخضر وطبعا هذا الزيتون هو شغل بيتي أكيد شفتوا الوصفات على القناة من أشهى وأنجح طريقة للزيتون الأخضر ومشاء الله هلأ الزيتون الأسود على البواب اعملوا بنفس الطريقة راح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف طبعا اليوم أنا ما راح أحط الزعتر راح أحط الدقة الغزاوية أنا عاملتها في البيت طعمها كثير كثير بشاهي طفت لها رشة بسيطة من السماق البلدي ورشة بسيطة من السمسام لمحمص طعمها والأروع من هيك مع الزيت ومع كاسة شاي أطيب وأشهى فطور ممكن اتحضروا وهيك الفطور صار جاهز ورح أحضر طبعا كنت ناسية أحضر لفطور البيت المقلي طبعا أنا عندي محمد الصغير كثير بيحب البيت المقلي رح أحضره بطريقة بسيطة رح أضيفه بزيت الزيتون على البارد وبرفعهم على النار ليسخن الزيت والبيت مع بعض رح أضيف رشة بسيطة من الملاح ورح أقلب البيت شوي لأنه أنا اليوم رح أضيف على البيت الجبنة أي نوع من الأجمان ممكن أنكم اضيفوها تعطي طعام غني ومفيد برضه خصوصا للأطفال حتى نمرر لهم البيت بشكل يحبوه طبعا أنا لو أضيف الأجمان بشكل متكرر أكيد بيأكلوا البيت أكثر من لو ما كان عليه الأجمان فهذه الطريقة إذا حابين أنه تمرروا لأولادكم البيت المقلي ضيفوله دايما الجبن فأكيد الأولاد رح يحبوه هلأ بنستنى بنغطيها لمدة نصف دقيقة تقريبا وبعد هيك بنتفي النار وبنزينها بالبقدونس وهيك صار الفطور جاهز مع الشاي وطبعا أنا هيك رح أغل الشاي مع النعنع إن شاء الله أنه الأيام الجاي بتكون هي المرمية بالشتوية هي الأنسب وبنحس أنه تعطينا دفع بأجواء الشتاء وهي أكثر من النعنع مناسبة لهاي الأجواء هيك الفطور صار جاهز الحمد لله على النعم الله يضيمها إن شاء الله وإن شاء الله بتظل بيوتكم عامرة باللمات والجمعات وبتظلوا تمدوا فطوركم أنتوا وأولادكم وأنتوا في هدات بال ومبسوطين وخليني هلأ أبدأ بتحضير رح أبدأ أحضر الزيتون طبعا أنا سبقت وحضرت معكم الزيتون السنة بطريقة الرس اليوم إن شاء الله رح أحضر زيتون بالتشطيب أنا جايبة تقريبا ثلاثة كيلو من الزيتون رح أعملهم بطريقة التشطيب لأنه هاي الطريقة بتضل معنا أكثر يعني لفترة أطول فالاستهلاك الأول طبعا بيكون للحبات اللي رسناهم رس وأكيد شفتوا طريقتهم واللي حاب بين الطريقة رح أنزل لكم إياها بصندوق الوصف رح أنزل الرابط كانت طريقة كثير ناجحة ما شاء الله اليوم أنا جايبة 2 كيلو رح أغسلهم كثير منيح بعد ما تأكدت من رفع الأوراق والعنوق اللي كانت فيها رح أبدأ بغسلهم كثير منيح طبعا بالنسبة للزيتون بتعرفوا إحنا لما نغسل حبات الزيتون بنرفعها من الماء وبنكب الماء على جهة تانية ما بيصير نصفيها تصفي بالمسفاي يعني تحملي كل الزيتون من الجات تصبي بالمسفاي ما بيصير لأنه كل الرمل والأوساخ اللي رح ترجع على المسفاي فإحنا هيك بنحاول نرفعهم شوي شوي بنرجع نضيفهم بنفس الوعاء بعد ما نغسل ونضيف ماء نضيفها حتى نتأكد أنه الماء صار صافي تماما منهرف أنه حبات الزيتون صارت نضيفة وصار حلاء الشغل رح نعملها طريقة جدا بسيطة وسهلة هاي الطريقة سريعة ممكن يساعدك فيها أكتر من حدا لو كنتي بدك تعملي مقدار كبير والحلو في هاي الطريقة أنه بتحفظ شكل حبة الزيتون مثل ما هي رح تضلها بنفس الشكل ما بتنهرس الحبة وبتضلها صامدة وللناس اللي بدهم يأخروا استواء الزيتون هاي الطريقة طبعا هي المناسبة هلأ أنا غسلتهم كتير منيح شوفوا لأكتر من دور حاول أنه أنهزل منهم أكبر قدر من الماء ورح أبدأ بعمليات التشتيب التشتيب طبعا رح يكون بسكينة ببدأ أنا بأخذ حبة الزيتون وبعمل فيها شرحات برأس السكين يعني تقريبا ثلاث أو أربع ضربات بكل حبة لحتى ما تسمح بتغليل المحلول المائي فيها أثناء فترة التخليل وهاي الطريقة سهلة وسريعة ما بتأخذ أي وقت إذا عندكم طريقة تانية احكوا ليها بالتعليقات وأي طريقة بتفضلوا طبعا أنا بخزن بثلاث طرق طريقة الأولى بالرأس والتانية بالتشتيب وطريقة لما أطلع منها النواب المكبس للحشي وممكن نعملها للسلطة وممكن نخليلها فيها تخليل وأكيد شفتوا على القناة طريقة سلطة الزيتون بعد ما طلعنا النواب من حبات الزيتون طريقة كثير ناجحة عجبة كثير صباية من السنة هدي كانوا طالبين الوصفة عملتها أنا وفرجيتكم إياها بكل تفاصيلها ما شاء الله وصفة ناجحة تخليل الزيتون مع الخضار بالزيت من أنجح وأشهى وصفات تحضير سلطة المخلل الزيتون تعتبر من المقبلات الراقية جدا والمميزة وهي الطريقة برضه شكلها كثير أنيق ومرتب رح يطلع وقت التقديم كثير حلو شوفوا ما شاء الله بوقت قصير ممكن تعملي أكبر مقدار بس أنا هون مسرع الفيديو حتى ما أطول عليكم لكن حاب أفرجيكم كل خطوات هاي الطريقة بالتفصيل طبعا بتعرفوا أنه تخليل الزيتون الخطوة الأولى قبل ما أبدأ بالتخليل بكون غلية الماء وبتركها لتبرد تماما لأنه أنا ما بستخدم للمخللات أو المكابيس إلا الماء المغلي والمتربونات طبعا تكون معقمة فيه هنا نوعين من المتربونات أو بنستخدم متربونات الضغط أو بنستخدم المتربونات إلها الغطاء المحكم طبعا بالنسبة للمتربونات الضغط لأنه إحنا بدنا نترك المخلل لفترة من السنة للسنة أنا من النوعية اللي بظل أعمل مخللات فبستخدم هاي المتربونات فبفضل أعمالها بالمتربونات إلها الغطي المحكمة حتى ما أفتحها إلا وقت الاستخدام هلأ هيك الزيتونات صاروا جاهزين مشرحين نبدأ بتحضير المحلول الملحي وتحضير الإضافات الثانية من المنكهات هون رح نستخدم الليمون طبعا أنا هون لسه بشرح لكم عن المتربونات أول خطوة بدي أعملها أنا غسلت حبات الليمون وغسلت الفلفل الحار طبعا الفلفل الحار إضافته حسب رغبتكم بتحبوا يكون المخلل حامي بتضيفوا الفلفل والكمية حسب ما أنتوا بتفضلوا هلأ ببدأ بعصير في الأول الحامد لأ أحصل على عصير الليمون طبعا الليمون جمال اللون باخده من عصير الليمون هلأ اليوم رح تشوف الخطوات بالتفصيل بعصر ثلاث حبات من الليمون يعني تقريبا نصف الكوب ممكن تضيفوا أكثر بس أنا هون رح أعتمد كمان على الليمون المقطع لقطع هلأ رح تشوفوا كيف رح انخلل بطريقة جدا بسيطة وسهلة والحلو فيها النتيجة فيما بعد عن جد أكثر نتيجة مميزة وناجحة شوفوا هاللون ما شاء الله ما أحلى حبيت أفرجيكم هالصورة عشان تشوفوا النتيجة شايفين اللون ما شاء الله هذا زيتون العام خللوا بنفس الخطوات ونفس الطريقة وأكيد رح تحصلوا على نتيجة عن جد تعجبكم ورح تحسوا انكم مبدعين في عمل الزيتون هلأ أنا هون رح أقطع حبات الليمون حبات الليمون لما أقطعها بحاول أتخلص من القشور وهاي القشور ممكن تبشروا حتى حبات الليمون قبل ممكن إنكم تجففوها وتأخذوا القشور القشور كتير كتير مفيدة حتى ممكن تغلوها رح أفرجيكم كيف لما نعمل تعقيم للمطبخ بعد الدهون برضو في قشور الليمون رح يعطي ريحة للمطبخ مش طبيعية شوفوا أنا بحاول أقطعها لمكعبات حتى أضيفها على الزيتون هلأ هاي المكعبات شوفوا كيف حجمها يفضل إنه قبل ما اضيفوها هيك شوي أعسروها بإيدكم بشكل بسيط جدا بعد هيك وزعوها على الزيتون حتى تعطينا لون حلو ونكهة مميزة طبعا الفلفل بنقطعه لقطع حسب محابة أنت ينشر حر أكتر إذا بدك إياه يكون حام كتير ممكن حتى القطع الشريح لأرفع حتى تتوزع أكتر بين بين اللي مخلل عفوا طبعا عند التوزيع بنحاول إنه يكون في المدربان تجهنس بين الفلفل والليمون هيك عندي عصير الليمون جاهز والليمون المقطع جاهز ورح أعمل شرايح لتزيين المدربانات شرايح طبعا بهذه الطريقة رقيقة شوفوا كيف حتى نزين فيها شكل المدربان اليوم إن شاء الله رح تعملوا أشهى وأطياب مخلل زيتون بطريقة التشطيب هلأ نيجي لتحضير المحلول المائي بالنسبة للمخللات مفروض فينا نستخدم الملاح الخشن أفضل كتير لنتائج التخليل شوفوا أنا رح أضيف الفلفل والليمون مباشرة على الزيتون بحاول أعصر حبات الليمون بإيدي وأنا أضغط عليها لما أقلب الزيتون شايفين ما شاء الله ريحة الفلفل مع الليمون عن جد بتشهي هلأ التجانس رح يكون وقت التوزيع في المدربانات رح نحاول نوزع حبات الزيتون مع الليمون مع الفلفل كلها بنفس التساوي هلأ رح أضيف ملعقة واحدة من الملاح الخشن وأقلبها فيهم لحد ما أحضر المحلول المائي حكت لكم من نسبة للمحلول المائي أنا غليت الماء بشكل مسبق وهلأ رح أفرجيكم طريقتي في تحضير هاد المحلول خلينا في الأول نبدأ نعبي في المدربانات كميات الزيتون ومثل ما حكت لكم من زين المتربانات بشرايح الليمون على الجوانب حتى يعطينا شكل كتير حلو وقت ما تكونوا تعبوا وحاولوا تخبطوا المتربان خبطتين ثلاثة حتى تنزل حبات الليمون وتتوزع كتير مني حبات الزيتون عفوا حتى تأخذ مكانها وما تترق فراغات في أسفل المتربان حتى انتوزيع المحلول المائي ما يكون حيننا فراغات بالأسفل هاي الطريقة جربوها وصدقا مش لأنه أنا اللي عاملتها بس لأنه كتير صبايا عملوها يعني بيعطين نتائج عن جدب الجنان وصفة كتير ناجحة ومميزة هلأ صاروا عندي المتربانات جاهزين بهاد الشكل طلع عندي تلات متربانات هلأ رح أحضر لهم المحلول المائي بس في البداية رح أوزع عليهم عصير الليمون الفرش طبعا بالتساوي الكوب أنا وزعته على تلات متربانات كل متربان ضفت له تلت الكوب تخليل بالليمون عن جدب عطلون كتير مميز هلأ لكل كوب ماء مغلي مبرد رح أضيف له ملعقة من الملح الخشن ورح أضيف له ملعقة من الخل وعلى راس الملعقة تقريبا من ملح الليمون ما تستغنوا عن ملح الليمون لأنه بعض نتائج مميزة وبيحافظ على المخللات إذن هاي ملعقة ملعقتين طبعا أنا هون عندي نوعين من الملح الخشن كان في ملح أبيض كتير وملح لونه على البني فالتنين هما ملح بحري إذن لكل كوب ملعقة من الملح الخشن وملعقة من الخل وتقريبا ربع ملعقة من ملح الليمون بدوبهم كتير منيح بستنى وبتأكد لا يكون دابة كل الأملاح في الماء حتى يكون عندي محلول متجانس بهاي الطريقة وببدأ بتوزيع المحلول على حبات الزيتون طبعا ما بيصير إنه نضيف جزء من الماء ولسه في ترسبات في الماء من الأملاح ما دابت لأنه هيك بيصير عندي عدم تجانس وقت التوزيع فإذا شفتوا لسه في ملح مترسب حاولوا إنكم تدوبوا كتير منيح قبل ما تبدو بسكب المحلول على المخلل شوفوا هيك صار جاهز المتربان الأول نبدأ بتوزيعها على المتربان الثاني بنفس الطريقة انتبهوا هون أنا تارك تقريبا عقلة أصبع في المتربان هلا راح أحكي لكم شو راح نعمل فيها هون إحنا بنكمل المحلول المائي على عصير الليمون وهيك صار عنا جاهز راح أضيف عليهم تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون على كل متربان حتى يعطي لمع الزيتون ويمنع التعفن هلا ببدأ بتغطيته إما بورق الليمون أو بقطع أو شرائح الليمون يعني ممكن تستخدموا أوراق شجرة الليمون بتقطفوها وتغطلوها كتير منيح وبتغطوا كل وجه المتربان فيها ما تبين حبات الزيتون فقط اللي تظهر أوراق الليمون أو بتحطوا شرائح الليمون هلا بكم تعرفوا شغلة كتير ضرورية أنا راح أحطهم على فوطة مطبخ وما بسكرهم أبدا مجرد إنه حطيت الغطاي هيك بشكل وهمي حتى أضمن إنهم ما يفوروا وأعرف إنه وضعهم استقر بعد ثلاث أيام بحكم إغلاقهم إن شاء الله بيضلوا من السنة للسنة وهم تقريبا شهر بيكونوا جاهزين لكن ممكن تحتفظ فيهم من السنة للسنة راح يعطوكي نفس النتيجة إن شاء الله يكون الفيديو حجبكم واستفدتم من هاي الفكرة ما تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لو أول مرة لسا بتزروها يسعد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم دمتم في رعاية الله وانتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله وروتين جديد يعطيكم ألف عافية شكرا لكم على حسن المتابعة